موسيقى مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية نتحدث عن ما جرى في انتخابات برلمان كردوسان وأيضا سنستفاد من حضور ضيفي في هذا الستوديو الأستاذ مسعود حيدر عضو وبد الحزب الديمقراطي الكردوساني المفاوض ونستفاد من وجودك ويانا أستاذ مسعود نتحدث عن آراءكم بما جرى اليوم في إقليم كردوسان ونتحدث عن كواليس منصب رئاسة الجمهورية اللي رح يفصلنا به فقط ساعات مرحبا أستاذ مسعود ضيفين كريم مرحبا تحية نورتني لمرة ثانية حياة الله شكرا شكرا أستاذ مسعود أبدو ياك في الدقائق الأولى اللغط اللي صار خلال الساعات الأخيرة رفض الاتحاد الوطني نفي الحزب الديمقراطي الكردوساني عن وجود شبهات فساد تلاعب تزوير خروقات كيف ترون هذا المشكل؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لحضرتك ويسعدني أكون موجود في برنامجك حياة الله حياة المشاهدين الكرام حياة الله معلومات الموجودة أنه صارت خروقات في بعض المراكز السليمانية و أصبح الجو متشنجا وتم إيقاف التصويت في تلك المراكز لأعتقد بعض الساعات ثم أستوء نيفة التصويت و طبعا المفوضية مفوضية الانتخابات في الإقليم هي مؤسسة مستقلة و فيها في الحقيقة بعضها يمثلون يعني صار عليه التوافق السياسي يمثلون الكيانات السياسية الرئيسية في إقليم كردستان و إجراءات المفوضية هي إجراءات قانونية و طبعا هي إجراءات يجب على الجميع احترامها بعد انتهاء التصويت في الحقيقة احنا اتفاجأنا ببيان أو إعلان المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني بأنهم يعني في الحقيقة كان تصريحها مخالف للسياقات القانونية هي الانتخابات خلصت و هم شاركوا به بعدين يقول احنا نقاطع الانتخابات أصلا هي الانتخابات خلصت و شاركتوا به المفروض يقول احنا ننتظر نتائج الانتخابات هم رفضوها مبدئيا نتائج الانتخابات رفضت بس كل شيء ما تعرف عن نتائج شون ترفض يعني شيء ما معلوم شلون ترفضها يقول لك أنا شفت خروقات سيد مسعود خروقات أكو سياقات قانونية يعني أنت تجي تطعان لدى المفوضية بعدين تروح إلى محكمة تمييس فأكو سياقات قانونية أعتقد مع كل احترامي للمتحدث باسم الاتحاد في الحقيقة لا يفقه شيئا عن القانون و السياقات القانونية و كان تصريحها سياسي أكثر مما هو قانوني لكن الأخ العزيز أستاذ قباد صحح الموقف و صرح أولا أنه رئيس القائمة و أيضا قيادي بارس في الاتحاد الوطني و في الحقيقة التصريحة كان موقف مسؤول و شجاع بأنهم سينتظرون نتائج الانتخابات و بعد ذلك إذا كانت هناك اعتراضات فهناك سياقات قانونية ولكن كاكما سعود يعني اليوم تحصل حاصل نقدر نقول أنه الحزب البارتي الديمقراطي و كالمعتاد في الصدارة كنتائج و كفوز و كمرشحين الجدود أم لا سوف أولا أنا مستقل سياسي لا 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 أنا لا منتمي لأي حزب رسميا أنا سياسي مستقل و حضرتك تعرفني جدا موضوعي و صريح لذلك اليوم راح أشاغبك شوي عندي وقت اليوم وياك ما يخالف ما يخالف الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب ذو قيادة مستقرة و مركز قرار واضح و أيضا ممكن أيضا تشوف أنه الإدارة في المناطق التي جزء كبير منها هي محسوبة على الديمقراطي بها تنمية بها أعمار بها بها فرص أمل مع الأسف الشديد أكثر من المحافظة السليمانية التي هي الآن تحت سيطرة الاتحاد بشكل كبير و ربما محليا المحافظة هو من التغيير فالناس ملوا من الصراعات الحزبية و من التجاذبات الداخلية داخل الحزب خصوصا حتى التغيير أصبح تقريبا مشابه للاتحاد دائما صراعات داخل الحزب و عدم التركيز على معاناة الناس لا يوجد استقرار داخل الحزب لا فالتجربة الديمقراطية اللي عندهم 38 مقعد أعطى نموذج أو فكرة للناس أنه نحن نريد حزب مستقر بمركز قرار مستقر وقيادة مستقرة ويركز على موضوع الخدمات و توفير فرص عمل و مسألة الازدهار الناس يريدون حزب يعني يريدون يعيشون حياة محترمة و عندهم دخل ثابت نعم فالتوقعات أنه الديمقراطي رح يعني هي التكهنات وهم أيضا يأملون هذا الشيء وهي مبنية على دراسات بأنهم قد يجاوزون 40 مقعد في هذه الانتخابات ويصبحون أكبر حزب في الأقليم هم الآن عدد مقليل ربما باستطاعتهم مع بعض الأحزاب الصغيرة تشكيل أغلبية برلمانية نظريا بيمكانهم تشكيل الحكومة أيضا لكن بالنتيجة أعتقد سيحاولون تشكيل الحكومة مع الفحاد الوطني أفهم من كلامك أنه لا نية لحزب البارتي أن يكون ينفرد بقضية النواب والسلطة لكن أكو انتهامات سيد مسعود رغم استقرار الحزب وارتكازته وقيادته يعني القيادة الموحدة في هذا الحزب أكو انتهامات يعني مونفرد بالسلطة بالمال بالسياسة بالسلاح ورذلك قلبي تختلف تماما عن السليمانية بمالها وسلاحها وعتادها أيضا راح أكون صريح معك هل تتحدث بالتغيير والجيل الجديد وبقية الحزاب المعارضة طبعا كل حاول يعني يسوق ما لديه لكن خلال السنوات الأربع الماضية خصوصا لحزاب الخمسة الرئيسية في الأقليم كانوا شاركون في الحكومة إلى أن أصبحت هناك مشاكل فيما تعلق برئاسة الأقليم ومشاكل البرلمان وانسحبت التغيير من الحكومة وفي المراحل الأخيرة انسحبت أيضا الأحزاب الإسلامية لكي تتنصطل من المسؤولية كانت هناك مشاكل اقتصادية كان هناك حرب على الإرهاب كان هناك نازحين فالأقليم والعراق بالمجمل مر بظروف اقتصادية صعبة جدا ومن كل واحد يقدر يتحمل هذه المسؤولية لذلك السهام كلها موجهة إلى البنادق كلها موجهة إلى الديمقراطي بهذا الشأن بنادق السياسية بنادق السياسية يعني الحمد لله ما عدنا بنادق حقيقية فأعتقد بعد هذه الانتخابات وبعد مصادقة مفوضية انتخابات الإقليم على النتائج سنشهد تغيير سياسي إداري كبير في إقليم كردستان وسيكون الخطوة الأولى نحو التغيير الجذري الإداري والإصلاح الإداري والمالي في إقليم كردستان وهذا ما يأمل كل مواطن في الأقل لكن هذا الأمل والمواطن الكردي الذي يأمل هذه الفقرات وهذه النقاط يرى غير موجودة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني لسبب واحد أنه يرون أنه كاك مسعود برزاني وحزب البارتي بشكل عام هو المسؤول عن تراجع يعني وضع الإقليم اقتصاديا بسبب ما حصل في الاستفتاء كان هو المسؤول والراعي والمهندس في هذا الموضوع كيف لكم أن تعيدوا وترمموا هذه العلاقة ما بين المواطن أولا الوضع الاقتصادي ما لا يعلاق بالاستفتاء الوضع الاقتصادي نحن لا نريد أن نرجع للماضي لأن التوجه السياسي الآن هو تصفير الأزمات والمشاكل بين الإقليم وبغداد كانت هناك سؤفهم كان هناك تجاذبات كثيرة بين الإقليم وبغداد تم قطع موازنة الإقليم جيد بعد الاتفاق أيضا كانت هناك تجاذبات حتى في حكومة السيد حيدر العبادي أسعار النفط انخفضت إلى حدود 20 دولار تعرف إحنا في العراق استخدمنا بحدود 45 مليار دولار من الاحتياط النقدي لدفع روات الموظفي الدولة العراقية طيب إذا أنت عندك احتياطي في البنك المركزي الإقليم ما عنده ولا فلس احتياطي ولم يحصل على أي فلس من الحكومة الفدرالية أو دعم مالي مر بظروف اقتصادية صعبة طبعا موضوع الاستفتاء ما لا علاقة بالوضع موضوع الاستفتاء موضوع السياسي أولا هي موارسة ديمقراطية وهذا الموضوع أيضا انتهى احنا اليوم احنا أولاد اليوم وطبعا هناك الآن توجه سياسي وبثقل سياسي كبير من المرجع السياسي للكرد اللي هو الرئيس مسعود بارزاني بحضور قوي في بغداد لا زال رئيسا عفوا بس هاي المفردة هو زعيم الكرد الزعيم يختلف عن الرئيس سيد مسعود شوف هو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو زعيم للقضية الكردية هو زعيم لكل الكرد كاك مسعود شوف كاك مسعود ابن المرحم من المصطفى عنده ثقل وطني اقليمي دولي وعنده مكانة تاريخية يعني ما ممكن ما ممكن والتجارب أثبتت من المستحيل تجاوز رموز الكرد وفي العملية السياسية يعني هو زعيم الأوحد هو زعيم الكرد مرجع المصطفى هؤلاء كانوا زعماء لكن الآن غابوا عن الساحة السياسية يعني الله يرحمهم كانوا موجودين وكان لهم مكانة وتاريخ وهم محل اعتزاز لكل الشعب الكردي وساهموا في الاستقرار السياسي في العراق في تحرير العراق مع كاك مسعود هؤلاء الثلاثة عاصروا بعض وكانوا مع بعض يتعاونون مع بعض رغم بعض الخلافات الجزئية لكن الآن الرمزية الوحيدة الموجودة للشعب الكردي هو الرئيس مسعود بارزاني فالقيادات العراقية والمجتمع الدولي والدول الإقليمية تتعامل معه باعتبار مرجع للقضية الكردية وزعيم كردي بإمكانه أن يعالج القضايا السياسية والإشكاليات الموجودة فالآن التوجه أنا أعرف هذا الشيء جيدا التوجه الآن حتى في آخر خطابة مدعيدة نحن نمد يدنا للعراقيين لكي نعالج الإشكاليات على أسس التوازن والتوافق والشراكة لبناء هذا البلد تعرف من خلال تجاربنا خلال هذه الخمسة عشر سنة الماضية كل المشاكل اللي صارت عندنا مشاكل سياسية إذا قدرنا نعالج المشاكل السياسية نقدر ندير اقتصاد هذا البلد نقدر نبني هذا البلد نقدر نخدم هذا البلد كاك مسعود يشعر بمعاناة كل مواطن عراقي من الموصل إلى الأنبار إلى بغداد إلى البصرة شفت الاضطرابات اللي كانت موجودة ومعاناة البصريين كاك مسعود كانت حاضرة في خطاباته أول واحد أصدر بيان خاص بهذا الشأن حتى تذكر الـ 58 لما المرحوم إلا مصطفى رجع والبصريين استقبلوا بحفاوة كبيرة فكل العراقيين هم محل اعتزاز وفخر وأنا أكشف لك حقيقة يعني خلي تعرف أنه أكد في اجتماعه مع كتلة ديمقراطة الكرد الثاني قال لا تكونوا ممثلين للكرد فقط دافعوا عن كل العراقيين في البرلمان العراقي ودافعوا عن معاناتهم وكونوا ممثلين لكل مكونات الشعب العراقي هذا التوجه شوف دائما خصوصا في دورتنا كان الحديث أن سيد مسعود البرزاني يسبب مشاكل أو هو أنه أنتهمه بالانفصاد يريد أن ينفصل الأقليم عن بغداد وعن العراق هذا إلى الآن لا زالت الفكرة راسقة في ذهن البرزاني لا لا لكن شوف شوف طموح الاستقلال وطموح حق تقرير المصير هذا أنت ما تقدر تمنع أي إنسان ما تقدر تمنع أن تقول لا تفكر بهذا الشكل لا تطمح بهذا الشكل إحنا خلينا نكون واقعين نحن جزء من هذا البلد هناك دستور نحتكم إليه هناك إشكاليات دستورية كبيرة تم التجاوز على الدستور عشرات المرات لم نحترم القوانين في هذا البلد الآن هناك فرصة لقيادات الصف الأول لأصحاب الشأن لكي يشعروا بمعاناة المواطن العراقي جيد معقولة بلد عنده ألف مليار دولار دخل وشعبك ما عنده من يشرب شعبك ما عنده كهرباء هذه مسؤولية تاريخية وفي الحقيقة ومسؤولية مشتركة طبعا مسؤولية كل العراقين وكل القادة العراقين وفي أولهم الزعيم مسعود البلدزا جيد كاك مسعود خلي الناس أنك شب في الأرقام بالأسماء بالكواليس أرجوك لتضم علينا أنت حضرتك في لجنة التفاوض وبالوفد المفاوض في الحزب الديموقراطي الكردستاني لازلتم مصرين على ترشيح واختيار فؤاد حسين وانت ذكرت أنه أنا صديق فؤاد حسين وليس داعم له فالسر لياها شنو أنا أولا داعم له لازلت داعم له طبعا وهو صديقي وفي الحقيقة أعتبره هذه مسؤولية مسؤولية على عاتقي تجاه الشعب العراقي بكافة مكوناتها أن أدعم دكتور فؤاد حسين أولا خلينا نتحدث عن جانب السياسي بالضبط لماذا كاك مسعود رشح الدكتور فؤاد حسين ولم يرشح أحد أعضاء المكتب السياسي لماذا لم يرشحه شارزي باري؟ كاك مسعود خرج عن النمط المألوف كاك مسعود كان ينتظر الجميع دائما المألوف أنه أحد أعضاء المكتب السياسي وترشحه كاك مسعود بحكم علاقته التاريخية المتينة ومع المرجعية الكريمة احترم وأخذ بنظر الاعتبار واحترم رأي المرجعية بتقديم مرشحين مستقلين للعلم فؤاد حسين مو حزبي مو عضو في الحزب ديمقراط الكرستاني هيا رح أقول لك كاك مسعود رح أجي لك كاك مسعود احترم رأي المرجعية باختيار شخصية سياسية أكاديمية له باع طويل في العمل السياسي ومستقل وفي نفس الوقت في نفس الوقت له دور كبير في صنع القرار السياسي في الإقليم وساهم في تقريب وجهات النظر في مواقف كثيرة بين الإقليم وبغداد ساهم في معالجة الكثير من المشاكل الداخلية داخل الإقليم دكتور فؤاد حسين مو ما عنده درجة حزبية أبدا أبدا على أساس الحزب الديمقراطي وسيد مسعود برزاني يرشيحه شخصيا هذا تبني أستاذ مسعود دقيقة على أساس أنه شخصية أكاديمية مستقلة سياسية وله دور كبير في صنع القرار السياسي وله علاقات وثيقة مع كل القادة السياسيين والأحزاب السياسية في العراق وهو محل احترام الكل وهذا الأمر مهم نحن في العراق بحاجة إلى أنه نأتي أو نخرج عن المألوف حتى نغير الواقع السياسي يعني سيد معصوم المرحوم مام جلال ليسوا كانوا بمحل ثقة على أقل تحدي لا أنا أقول لك لا 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 إلى اليوم الذي تم اختيار الرئيس معصوم الأمور كانت مختلفة لكن إحنا كلنا ندرك كل القادة السياسيين بعد هذا الوضع الذي مرينا به وبعد كل هذه المعاناة بعد دحر داعش الكل يؤكدون لا يمكن أن نستمر بنفس النهج وإلا سنصطدم بجدار جدار هو جدار الشارع العراقي جدار الشعب العراقي الغاضب الذي لا يتحمل الكثير شوف الرئيس مام جلال الله يرحمه لا يمكن أن تقارن أي شخص بالرئيس مام جلال الرئيس مام جلال حتى بمسعود برزاني شوف لا لا أنا أحكي لك عن رئيس الجمهور دقيقة دقيقة الرئيس مام جلال والرئيس برزاني شخصيتين زعيمين كرديين مخضرمين ساهم في الدفاع عن الشعب الكردي والشعب العراقي كردستان كان مأوى لكل أحزاب المعارضة العراقية الحاليين كانوا هناك سابقا طبعا وهذا الشيء نعتز به ساهمنا في إسقاط النظام السابق هذا الشيء نعتز به هذا الشيء يكتب لنا تاريخ بيوتنا كانت بيوت للمعارضة العراقية لأهلنا من الجنوب لأهلنا من المناطق الغربية لأهلنا من بغداد المعارضة أقصد فالرئيس مام جلال كان صمام أمان الرئيس مام جلال بثقله التاريخي والسياسي والدولي وبصعوبة كان يجمع الفرقاء وكان عنده دعم سياسي كبير من الرئيس مسعود برجداني طبعا خلي نكون طبعا أنا أكن كل الاحترام للرئيس معصوم لكن هذه الفترة في الحقيقة مؤسسة رئاسة الجمهورية كان بإمكانها أن تلعب دور أكبر في المشاكل الموجودة في العراق هذه الفترة ليست بالمسؤول مطلوب؟ لا هذا يعني كل القادة العراقيين يعني يأكدون على هذا الشيء هذا الشيء مؤسف والآن الرئيس مسعود البرزاني يريد أن يجعل من هذه المؤسسة مؤسسة لكل العراقيين مؤسسة يصبح وجه حقيقي للدولة العراقية راح جويات ويساهم يساهم في معالجة جميع مشاكل العراقيين جيد بما فيها المشاكل بين الممتاز هذا الموضوع ما حد يقتنع بك مسعود بدليل أنه بعد أحداث لا لا هذا رجال مستقل لا تتهمني الجهة الأخرى تنظر أنه من هي الجهة لكم؟ الجهات الشيعية تنظر الجهات الشيعية تنظر أنه هذا التحرك اللي صار هو لتعويض خسارة رئيس الأقليم بالمنصب الرئاسة اللي خساره وتعويض ربما كاركوك خسارة كاركوك سيد مسعود لا تنظر أن أحداث هذا ليس مكان موجود لا لا تنظر أن أحداث لو نلعب نحن خرب الملعب لا 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 الموضوع ليس شيء أولا من خلال الاجتماعات مع الزعمال العراقيين المحترمين والقديرين وأيضا مع الكتل السياسية والحزاب السياسية الكل في الحقيقة يؤكد مثل ما أنا حكيت لك أنه الرئيس مسعود البرزاني هو مرجع مرجع لكل الكرد ومرجع للقرار السياسي وحتى الأحزاب السياسية في الأقليم يعني ربما إعلاميا ولمواقف سياسية معينة يتحدثون بشيء لكن أنا أحكي لك عن الواقع السياسي لا يمكن معالجة أي قضية داخل الأقليم بدون حضور قوي وتعييد من الرئيس برزاني لازم دقيقة حتى في العراق في العراق التجارب أثبتت كانت هناك محاولات للإقصاء محاولات للتهميش محاولات للتجاوز والتوجه إلى جهات أخرى لكن الواقع السياسي أولا عدد المقاعد الثقل السياسي الثقل التاريخي الثقل الدولي الثقل الدولي الثقل الإقليمي الوطني الوطني على مستوى العراق وعلى مستوى الإقليم يؤكد أننا في هذه المرحلة بحاجة إلى هذا الزعيم لمعالجة الإشكاليات وكاك مسعود يدرك جيدا أنه رئاسة الجمهورية هي مؤسسة لكل العراقيين وهذه المؤسسة هي جزء من السلطة التنفيذية ويجب أن تساهم في معالجة المشاكل وهذه المؤسسة يجب أن تكون أيضا يعني هذا مو تعويض خسارة الرئاسة التي صارت أي خسارة أي رئاسة رئاسة الإقليم أصلا كاك مسعود في تصريحات رسمية وفي لقاءات أكد أنه في الحقيقة كان يجب أن لا يتسنم منصب رئاسة الإقليم لأنه يعني رأاها سببا للإشكاليات الموجودة في الإقليم وندم على تقبله لهذا المنصب كان نادم طبعا لأنه تعرف هو ليس برجل المناصب لا يريد المناصب دائما يعتبر نفسه مقاتلا سياسيا زعيما لخدمة الناس ممتاز أحشيلي هسه مثل ما يقولون بالمفيد الكتل السياسية التي تؤيد فواد حسين إلى اللحظة أكو تفاوت وأكو ربما تقلبات من وجهة النظر وبالآراء وبالتأييد السياسي المحلي البناء الأصلاح المحور الوطن المحور داعم بقوة لشخصية فواد حسين كمرشح لرئاسة الجمهورية من أنطاكم من ضوء الأخضر كلجنة تفاوضية سوف خلي خلي نقاط على الحروف يباتر بعد لا لا خلي أحشي لك شي إحنا صارنا خمس أيام هنا وجينا كانت هناك صورة في الحقيقة غير صحيحة عن دكتور فؤاد وهذه الصورة الآن أصبحت واضحة نعم للشارع للرأي العام وللقادة السياسيين وحتى للأخوة والأخوات في مجلس النواب العراقي نعم هذه نقطة نقطة ثانية كل الكتل السياسي يأكدون على أنه منصب رئاسة الجمهورية واستحقاق مكون هذا العرف السياسي الموجود الآن وطرحوا آليات أولا يجب معالجة هذا الأمر داخل البيت الكردي وهناك آليات معينة هذه الآليات ناقشناها وشفتها في بيان آخر بيان لرئيس مسعود بارزاني إما توافق ضمن البيت الكردي أكيد أو اختيار مرشح وحيد للكرد ضمن الكتل الكردستانية الموجودة هنا في بغداد ومن حسن الحط أنه اليوم عقيلة الرئيس مام جلال السيدة هيرو خان نعم وهي ذهبت برأي أبرز شخصية وهي حكيمة ولها باع طويل في السياسة واتهمها مصطحة الشعب العراقي والشعب الكردي والاستقرار السياسي أيدت ما طرحه رئيس مسعود وفق اتفاق صار بين هيرو خان وسيد مسعود هذه قناعتها أنا ما أعرف شنو في الحقيقة خلف هذا الأمر لكن هي تعبر عن رأي الاتحاد الوطن الكردستاني وهي من أكثرهم قوة ومكانة بس نشوف كوسر ترسول وبقية ميخالف ميخالف وكلهم ديحسون بغير رأي أوفق من هذا الأمر هذه نقطة ثانية الإخوة في المكون السني بضبط أنا أسأجي لك الإخوة في المكون السني اتفقوا الأغلبية منهم اتفق على مرشح للأغلبية اتفق على مرشح لرئاسة البرلمان وتم التصويت على ما رشحه الأغلبية والإخوة في المكون الشيعي توافقوا على مرشح واحد لرئاسة الوزراء اللي هو الدكتور عادل عبد المهدي بس مو الكل يعني شوف الأغلبية توافقوا يعني حتى اللحظة هذه المعلومات تفيدنا استاذ ما حتى اللحظة توافقوا الأغلب على عدل عبد المهدي هناك توافق داخل المكون الشيعي على دكتور عدل عبد المهدي حتى اللحظة أوكي زين فرأيهم وهذا الرأي هو الرأي السديد ورأي مسؤول وبالنتيجة الموضوع ما يتعلق بشخص فلان أم فلان يتعلق بالاستقرار السياسي في العراق أين هو الاستقرار السياسي تتعامل مع شخص واحد أم تتعامل مع ثقل سياسي يمثل كل المكون جيد زين أكيد تتعامل مع هذا السني والشيعي أي فقالوا لنا أنتم أيضا يجب أن تختاروا بين أحد هاتين الآليتين إما اختيار مرشح واحد بالأغلبية داخل المكون الكردي أو توافق لمرشح واحد داخل المكون الكردي هذا الأمر يجب أن نصل إليه خلال اليوم يعني باتشر ساعات بعد نعم خلال الساعات القليلة القادمة نعم ورأي المجتمع الدولي يعني أصدقاء الدولة العراقية أيضا هو يجب أن نضع الاستقرار السياسي العراقي نظر الاعتبار لا نظر الاعتبار قبل كل شيء الرأي الدولي الرأي الدولي وأصدقائنا والدول المجاورة اللي يهمهم استقرار العراق سياسيا أيضا هو هذا الرأي وقيادات الصف الأول اللي يريدهم القرار في الدولة العراقية أيضا عندهم هذا الرأي لذلك نحن لحد الآن نؤكد على ضرورة اختيار مرشح واحد داخل البيت الكردي إما بالتوافق أو بالأغلبية داخل البيت الكردي ويكون ممثلا للكرد ولأنه مهم للاستقرار السياسي خلال سنوات الأربع كيف الأرجح؟ الأرجح أنتم كبيت كردي الأرجح سيتم اختيار مرشح واحد يمثل الكرد موقف هيروخان كان بمثابة التوجه لمرشح واحد طبعا شوف مع كل الاحترام والتقدير هذا التخبط الموجود في قيادة الاتحاد الوطن الكردستاني طبعا في موضوع معين كل واحد يصرح بشيء ولا يوجد مصدر واحد للقرار والتصريحات فيما يتعلق بالانتخابات كيف بالإمكان أن تتعامل مع مرشح أنت ما تعرف هذا المرشح للحزب لشخص واحد لمجموعة لكن الدكتور فؤاد حسين يجب يعني هو صحيح مرشح من قبل الرئيس مسعود بارزاني لكن نحن نقول هذا المنصب هو ليس لحزب واحد لا للديمقراطية ولا لابتحاد هذا المنصب يجب أولا كمكون داخل المكون يجب أن يتم تحديده تحديد مرشحة من قبل الأحزاب ضمن المكون وبعد ذلك يجب أن يكون واجهة لكل العراقين ويدافع عن الدستور حامي الدستور ساهرا على الدستور ويدرك ما هو معاناة المنطن العراقي من زاخه إلى الفهم السيد مقتدى صدر السيد عمار الحكيم السيد حيدر العبادي نور المالكي هذا العامري هذا المزاج مزاج هذه الزعمات والرايح هل بدعم السيد فهد حسين بصراحة مزاج الزعمات باختيار المرشح الذي يمثل مركز القرار السياسي للكرد يعني فهد حسين نعم هذا ثقة عالية لتحتي بها أستاذ مسعود وكأنه حضوض برهم صالح لعدمت نعم لعدمت نعم بس نشوف برهم صالح لسيد عمار الحكيم وسيد العبادي ومقتدى صدر شكوا بيه هذا حق هذا حق يعني لكن بالنتيجة يجب أن يختار المكون مرشح واحد يمثل المكون ويتم انتصعد عليه داخل مجلس النواب النعم ماتك بثقة برهم صالح حضوضهن عدمت أقوى مرشح لرئاسة الجمهورية العراقية هو الدكتور فؤاد حسين فؤاد حسين جاي شوي خلينا نرجع سيد مسعود برزاني يدعم المرشحين المستقلين وسيد فؤاد حسين ليس حزبيا صاح أم لا غلط هو مستقل مستقل لازلت مصره ومستقل نعم ليش ما تدعم ونسره عبدالواحد مستقل هذا رأيي كاك مسعود يعني أنا ما أقدر أقول له ليش ما تدعم هذا هو بدراسة بتأني بأمور كثيرة أكيد وضع محددات كثيرة اختار دكتور فؤاد حسين ودكتور فؤاد حسين يعمل في كردستان في مركز صنع القرار منذ 2004 تعامل مع الرئيس المرحوم مام جلال مع المرحوم كعقنا وشيروان تعامل مع قيادات الصف الأول والثاني أعضاء المكتب السياسي لكل الأحزاب العراقية بما فيها الأحزاب الكردية ومحل احترام وتقدير وأنا متأكد ومتيقن باعتداله ووطنيته سيكون مثالا للاعتدال الذي نحتاجه في المجتمع العراقي والإنصاف لكل مكونات العراق وسيجعل من المؤسسة دعا سد الجمهورية مؤسسة لكل العراقيين وفق الدستور ما بديشي رئيس الجمهورية سيد مسعود في الحقيقة أنا مو مع هذا الأمر قبل كم يوم أحد الزملاء في الغروبات اللي عندنا أرض علينا ما دل حضرتك موجود ويا نعم لا أرض علينا بعض مهام ومسؤوليات رئيس الجمهورية أهم شيء سيمثل العراق في المحافل الدولية ويكون واجهة للعراق لمعالجة مثله قبل أستاذ مسعود نحن ننظر إلى المستقبل ونريد نشوف الأحوام الأربع القادمة وأنا متفائل بين هذه المؤسسة ستلعب دور إيجابي كبير لكل العراقيين ومو فقط في القضايا الدستورية والقضايا القانونية لكن أيضا في القضايا السياسية والإشكاليات والمشاكل الموجودة مع دول الجوار جيد وتمثيل العراق في المجتمع الدولي تمثيلا يرقى بمكانة العراق التاريخية ومكانته في الحاضر والمستقبل جيد نحن نعيش عصر المفاجأة وقت المفاجأة أستاذ مسعود برهم صالح يتمت أيضا بمقبولية شيعية وسنية وعراقية وحتى كردية لما هذا الإصرار على أن لا خلاص برهم صالح ليست لديه حضور يا أخي هذه الآليات أكي أنا طبعا دكتور برهم صديقي وهو محل اعتزاز لكن هناك سياقات نحن نعمل في السياسة ولسنا في المجاملات نعم نحن نعمل في السياسة هناك سياقات داخل المكون وهناك وضعت آليات نعم أسوة بإخوتنا في المكون السني أو في المكون الشيعي أن يتم اختيار أحد المرشحين نعم فعلينا أن نختار أحد المرشحين بآليتين إما بالتوافق أو بالانتخابات داخل الكتل الكردستانية ومن ينال ثقة الكتل الكردستانية فسندعمه ونعتز به وسيمثلنا حتى لو كان برهم طبعا طبعا بكل تأكيد فهو صديقنا ونعتز به لكن هناك آليات وسياقات معينة يجب أن يكون مرشحا يمثل جميع شرائح المجتمع في إقليم كردستان الحجة حلوة ياك سيد مسعود خلينا ندخل بالمناصب التي ذكرت أنه تحكي نعم أعتكم ثقة بالموضوع سيد فواد حسين رئيس الجمهورية نعم نعم إش راح يبقى للاتحاد الوطني الكردستاني نائب رئيس الثاني لرئاسة البرلمان جماعة سيد برزاني وأيضا رئاسة الجمهورية مدعوم مدعوم من الحزب البارتي شرح يبقى للجماعة بالاتحاد الوطني الكردستاني هذا الأمر متروك إلى أولا التوافقات السياسية نعم ضمن العملية السياسية بالمجمل نعم وثانيا سيكون متروكا للاتفاق السياسي بين الأحزاب السياسية في الأقليم طيب والثقل الدولي لسيد فواد حسين هل تعتقد أن العامر الأقليمي يساهم في دعم هذا الشخص بصراحة دكتور فؤاد عنده بالإضافة إلى العلاقات الوطنية أيضا لديه علاقات دولية وإقليمية وسيكون مثالا ل إحنا لأننا بعد رئيس مام جلال في الحقيقة افتقدنا هذه الخيمة التي تجمع كل العراقيين منذ مرض الرئيس مام جلال الله الرحمن افتقدنا كعراقيين وفي العملية السياسية إلى هذه الخيمة التي كانت تجمع كل العراقيين الفرقاء والرئيس فؤاد حسين سيكون هذه الخيمة التي تجمع كل العراقيين يا أخي مؤكو لغط علي حتى في مواقع التواصل الاجتماعي سيد مسعود يعني ثق ثق يعني أكو بعض النواب إحنا ما راح نعلم بعض النواب ينظرون أنه سيد فؤاد حسين موظف في مكتبة سيد مسعود برازاني كيف لرئيس جمهورية أن يمثل وجهة نظر حزبية سيد فؤاد حسين وزير عضو في مجلس وزراء الأقليم رئيس ديوان الأقليم وفي الحقيقة احنا تجاوزنا هذه يعني الخزعبلات البسيطة ونحن يعني ما ممكن أن نتعامل مع شبكات التواصل شبكات التواصل فيه الكثير من الأشياء وفيه أمور كثيرة في الضل وراءها ولكن بعيدا عن موقع التواصل يعني هناك نواب أيضا في تحالف الفتح على سبيل المثال يقول لك لن ندعم ولن نمضي احنا ككتل شيعية حسب كلامه في موقع يعني في موقع إخبار محترم قال لن نمضي في شخصية دعمتها الانفصال إلا بتقديم الاعتذار أو تعهد اي نعم سيد مسعود كل الشخصيات كل شخصيات سياسية أيدوا الاستفتاء في الأقليم تقصر الكردية كل الشخصيات السياسية الكردية نعم اي 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 كل الشخصيات والاستفتاء انتهينا منه يعني مرحلة مضت طبعا احنا أولاد اليوم احنا يعني نشتغل سياسة والسياسة هي بتعامل مع مع الممكن ومع مع الحدث مع الجديد ما بها ثوابت بيوجود بيوجود رؤى مستقبلية و الرؤى المستقبلية موجودة صاحب صنع القرار السياسي في الأقليم هو كاك مسعود والرؤى المستقبلية للعملية السياسية في العراق مع الأحزاب السياسية مع القادة السياسية مع الزعماء العراقين موجودة لدى الرئيس مسعود بارزاني و نحن متفائلون بهذا الشأن و ايضا احنا كشباب نعم باعتدالنا و بوطنيتنا المعروفين بها سيكون لنا دور ايجابي بهذا الشأن جيد ولكن أهم شيء أن مركز صنع القرار السياسي في الأقليم ايجابي باتجاه معالجة جميع المشاكل العالقة منذ 2005 بعد كتابة الدستور أصلا منذ كتابة منذ تأسيس الدولة العراقية لكن بعد كتابة الدستور العراقي هناك إشكاليات متراكمة علينا أن نساهم في معالجة جميعنا سيد مسعود يعني الكل ينظر إلى كاركوك أنها قضية مستعصية هل هناك ضمانات هل هناك وضع رئيس الجمهورية سيصير للبارتي أوكي واضح لا للكرد العراقيين للكرد العراقي طبعا شوف هذه جزئيات التي حضرتك تتحدث بي وفي العملية السياسية شيء طبيعي أنه مثلا هذا الوزارة هذا المنصب يكون لفلان حزب لكن عندما تخلص هذه النقاشات فالأمر يتعلق بكل العراق هذا المنصب شخص كردي التبعية الحزبية والسياسية ومعارفين ما العلاقة بس هوية رسمية عراقية واضح ولكن كاركوك هل هناك ضمانات من الكتلة السياسية في بغداد بمنح كاركوك وضع خاص إلى أربيل وسليمانية سترجع كاركوك إلى الحاضنة في إقليم كردوسان بصراحة موضوع مستعصج لا لا بالمكشوف نحن في العراق إذا قدرنا نتفق على موضوع النفط وتوزيع الواردات بالعدالة بالعدالة بين مكونات الشعب العراقي سيتم معالجة موضوع كاركوك بكل سهول بمعنى بمعنى أكو توافق على هذا الموضوع أكو توافق بقى هذه القوات العراقية في كاركوك هناك مادة دستورية هذه المادة الدستورية بحاجة إلى احترام وهناك سياقات لهذه المادة الدستورية وأنا أعتقد إذا كان ما دام الآن في هذه المرحلة الإرادة السياسية موجودة لدى القادة السياسيين أصحاب القرار بمعالجة المشاكل سنصل إلى تفاهمات وسنعالج هذه المشاكل ولكننا بحاجة إلى بعض الوقت عوفنا من الوقت تعوف من الدستور أحكي لي بالنظيف من الكتل السياسية التي تكون ضوء أخضر اشترطتم من ضمن اشتراكم في العملية السياسية في الكابيرات الحكومية أن يكون لي كاركوك وضع خاص رجع للمناطق التي جنت بها أن نازل كمناطق متنازع عليها كوضع كاركوك كأكرار هذه راح تكون جزء من المنهاج الحكومي نعم راح تكون جزء من المنهاج الحكومي الآن لم نصل إلى مرحلة مناقشة المنهاج الحكومي عندما نصل إلى هذا سيد عدل عبد المهدي رسميا خلال عيام القادمة ويكلفه فواد حسين إن شاء الله نعم بقوة نعم نتحدث عن رياسة الوزراء سيد عدل عبد المهدي رسميا ومخسر الوقت إن شاء الله خمس دقائق واختم ويار تحدثي عن كواليس رياسة الوزراء كيف تنظر الكتر الكردي إلى الأسماء المرشحة فعلاً الأوفر حظاً كجهة داعمة كردية حضرتك لأسيد عدل عبد المهدي شوف أنا ذكرت لك بالبداية أنه منصب رئاسة الوزراء هو من استحقاق مكون حسب العرف السياسي الموجود نعم لأخوة من التحالف الوطني والمكون الشيعي بكل تأكيد أي مرشح يكون مدعوم منهم سيكون مدعوماً أيضاً من المكون بالشكل طبيعي هذا يعني لا توجد خطوط حمر على أي شخصية لا أبداً نهائياً نهائياً نقول لك مبارك للوزارة الجديدة شكراً لك أستاذ مسعود حيدر عضو الحزب الديموقراطي الكردوساني المفاوض في بغداد شكراً لحضرتك جاوزنا عن وقتك وأيضاً كان من المفترض أن يظموا يانا حقيقة أحد الأعضاء في الاتحاد الوطني الكردوساني لكن خيل لي أن هناك حادث إن شاء الله الله ستار والسلام للجميع شكراً لك كرم الإصغائي والمتابعة إلى اللقاء شكراً لك مسعود اشتركوا في القناة